بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم على قناة ميستر كيح كما رأيتم في الدرس السابق من دورتنا دورة البراند بولدومين وان كنت لم تقم بعد بمشاهدتها فانصحك بالرجوع الى الدرس الاول والقيام بمشاهدتها الى ان تقوم بمشاهدتها هذا الدرس فهذا هو الضمين الذي تم قبوله في موقع براند باكت لقد قام موقع براند باكت بانشاء لوجو لهذا الضمين وكذلك قام بانشاء يعني كي وورد وديسكريبشن وكاتيجوريز اي انكم انتم ايضا انتم سوف يتم قبول احد الضمينات الخاصة بكم فسوف يقومونهم بعمل كل العمل من اجلكم من اجل ان يظهر هذا الموقع لاكبر عدد ممكن من الزبائن المحتمال اذا هذا هو الضمين الذي تم الشرح عليه وان شاء الله ننتظر الى غاية تأتي المبيعة لكي اشارك معكم التفاصيل اليوم ان شاء الله سوف اريكم كيف تقومون برؤية يعني تقومون برؤية الاحصائيات بكل بساطة حتى ترون هل هذا الضمين عليه طلب عليه مشاهدات ام انه ليس عليه اي مشاهدات كذلك في هذا الدرس ان شاء الله سأريكم كيف تقومون ببيع الضمينات عن طريق الهولسيل ماركت يعني تمن الجملة وكذلك كيف تقومون انتم ايضا باقتناص اسماء اذا قبل ان ارى كل شيء وقبل ان نشرح كل شيء شرح عملي وتطبيقي وتفصيلي كما عاهدتكم سوف نبقى اولا مع هذا الفاصل الاشهاري ثم اعود اليكم ان شاء الله بعد نهايتي اذا هذا الفيديو هو برعاية موقع نيم سايلو نيم سايلو هو احد المواقع المعروفة جدا في هذا المجال موقع نيم سايلو من ضمن المواقع القليلة جدا الذي يوفر لك امكانية شراءة ضومينات باسعار رخيصة جدا مقارنة ببعض المواقع المعروفة كذلك موقع نيم سايلو هو من ضمن المواقع القليلة جدا الذي لديه شراك مع موقع افترنيك وكذلك مع موقع سيدو عندما تقوم بشراء الضمين الخاص بك وتقوم بربطه مع منصة فاص ترونسفير الخاصة بافترنيك وكذلك منصة المل اس الخاصة بسيدو فهذا الامر يساعد الضمين الخاص بك على ان يظهر الى اكبر عدد ممكن من المنصات مما سوف يساعدك على بيع الضمين الخاص بك باسرع وقت ممكن اذا بعد ان تعرفنا على موقع نيم سايلو سوف نمر الان الى الشرح العملي اذا مرحبا بكم من جديد فاول شيء قبل ان نقوم بشرح كل شيء فاولا لا تنسوا ان تقوم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من اجل التوصل بكل جديد وكذلك لا تنسوا ان تقوم بمشاهدة الضروس السابقة وان لم تقوم بعد بمشاهدتها فانصحك بمشاهدتها الان كذلك لا تنسى الضغط على زر لايك لان زر لايك يساعد هذه القناة ويساعد هذه الدروس من اجل ان تظهر الى اكبر عدد ممكن من المتابعين اذا كيف نقوم بمشاهدة الستاتيستيكس والاحصائيات الخاصة بالضمينات بكل بساطة سوف نقوم بالدخول الى حسابنا على موقع براند باكت بعد الدخول الى حسابنا على موقع براند باكت ويكون لديك يعني ضمينات يعني لا تكون في الاديتوريال ولا تكون يعني روجيكت بل يجب ان تكون بابليشت انا حاليا امتلك عشرون ضمين في موقع براند باكت وان شاء الله سوف يتم زيادة اعداد اخرى لانني اركز الان كثيرا على موقع براند باكت اكثر من تركيزي على موقع سكوادر ان اردت رؤية استاتيستيكس بكل بساطة تقوم بالضغط هنا على view traffic states بعد الضغط عليها سوف تدهر لك كل الضمينات الخاصة بكم هنا unique visits to landing page يعني بكل بساطة الزيارات التي تأتي مباشرة الى صفحة الهبوط الخاصة بالضمين يعني مثلا شخص ما قام بكتابة مثلا ambassador.com وقام بالدخول اليها هنا shown on other landing pages يعني بكل بساطة انك مثلا تقوم برؤية احد الضمينات وتنزل لاسفل وترى ان هناك ضمين من ضميناتك مثلا والنفسر مثلا انني قمت بزيارة specialmelody.com اوكي ثم في الاسفل سوف اجد ان هناك ambassador.com انظهر لنا ambassador.com يعني اسفل special melody فسوف يظهر يعني هنا بكل بساطة هنا بكل بساطة ممكن ان تقوم برؤية statistics الخاصة بالتسعون يوم يعني يعطيك statistics الخاصة بالتسعون اليوم الاخيرة ان اردت رؤية ستون يوم تلاتون يوم وسبعة ايام. ماذا سوف يفيدون هذا بكل بساطة سوف يرينا ان كان هناك طلب كبير واهتمام كبير وزيارات كثيرة على احد الضمينات هنا ممكن ان تقوم بالذهاب وتغيير السعر لكي تشجع هذا الشخص على ان يقوم بشراء الضمين بكل بساطة. اتمنى بان كل شيء واضح حول منصة براند باكت لان فعلا شرحت لكم كل شيء فيها لان هذه المنصة هي بسيطة بسيطة جدا انه لست فيها التعقيدات الموجودة في موقع سكوات هلب ولهذا السبب انا احب هذه المنصة ان كان لديكم اي سؤال كيفما كان لا تتردد في وضعه في التعليقات اذا الان ايضا سوف نرى الخاصة بموقع براند باكت للاشارة فالضمينات التي هي عبارة عن اه وتكون في براند باكت هذه الضمينات عليها طلب كبير وكبير جدا اوكي ان اردت الحصول عليه فبكل بساطة سوف تقوم بالذهاب الى موقع نيم بروس الان سوف نتحدث على كيفية شراء تلك الضمينات ان اردت مثلا اقتناصها سوف تذهب الى موقع نيم بروس هكذا بعد ذلك سوف تقوم بالضغط هنا على باي ثم سوف تقوم بالذهاب والضغط على براند ايبولز لاننا نتحدث الان على ضمينات already approved في موقع براند باكت تقوم بالضغط على براند ايبولز ثم تقوم بالنزول الى اسفل هنا سكوات هلب بريميم نحن نبحث على ضمينات براند باكت وليس سوف اقوم بالتحدث عليه ان شاء الله في الدروس القادمة اوكي هنا سكوات هلب وبراند باكت وبراند دو يعني براند دو ايضا يعتبر ميناس من السلسل السلسل سوف تقوم بالدخول مثلا الى هذا الى هذا الى هذا البوست هنا يظهر ان هناك الكثير من الضمينات اوكي لكن هذا الشخص لا يقول بان هذا الضمين يعني يوجد في او مثلا في على العموم سوف نقوم بالخروج والبحث عن شخص اخر. مثلا هذا الشخص يقوم ببيع ضمينات آآ هنا هذا الشخص يقوم ببيع ضمينات يعني سوف نقوم برؤية هذه القائمة. كما يدر بعين هذا الشخص مثلا يقوم ببيع ويرد كريبتو ويقوم يعني يقول لك بان هذا السعر مثلا الموضوع هو هذا السعر. اوكي? ويطلب تسعة وتسعون دولار في هذا يعني هذا الضمين. اوكي? مثلا لنفسرد انك قمت باختيار هذا الضمين مثلا وهو يعتبر ضمين جيد. اوكي? لنفسرد مثلا انك اردت شراء هذا الضمين. ماذا ستفعله بكل بساطة? بكل بساطة سوف ترسل هذا الشخص. اوكي? تقوم بمراسة هذا الشخص وتقول لهم انك مهتم بان تقوم. ولنقول مثلا انك مثلا تريد شراء على الضمين والذي هو اه legalcenter.io. اوكي? ممكن ايضا تقوم بالبحث في هذه الكلمات الاخرى وهذه الضمينات الاخرى. مثلا كما قلنا نفسرد اننا اردنا شراء على الضمين مثلا. او مثلا. عندما تتفق مع الشخص وتقوم بالدفع وتنتهي عملية الدفع. كيف ستقوم بارسال الضمين من حسابه الى حسابك? فموقع سكوادر بتوجد فيه خاصية يعني تمكنك من ارسال الضمين مباشرة بدون التدخل السيبورت. لكن هنا في موقع فمن الضروري جدا انك يجب ان تقوم بمرسلة الدعم الفني. هنا بكل بساطة سوف تطلب من الشخص ان يقوم بمرسلة موقع بهذه الطريقة التي سوف فاقوموا بارائكم الان. انا قمت بشراء بعض الضمينات من احد الانفستر الاخرون. هنا كما ترون امامكم. طلبت من هذا الشخص ان يقوم بمرسلة موقع بهذه الطريقة. قام باضافة الايمان الخاص بموقع وقام باضافة الايمان الخاص بفي كما ترون امامكم. كما ترون فقام بوضع الايمان الخاص بفي اوكي. ثم قام بكتابة اسم الضمين الذي يريد مثلا ارسله الي. والتي هي هذه الضمينات. ثم قال له هل ممكن ان تقوموا بارسال الضمينات الى حسابي. يعني حسابي انا. هنا موقع يعني قام باجابته يعني لن اقوم بارسال الضمين الا ان قام هذا الشخص. والذي هو الشخص المستقبل ان يقوم بتأكيد هذا الامر. فقد قمت بالتأكيد وتمت العملية بنجاحي. يعني دائما عندما تقومون بالشراء من اه الهولسال ماركت دائما تقومون بنفس الطريق. ونفس الامر بالنسبة للبيع. ان اردت مثلا بيع احد الضمينات لأحد الاشخاص. يعني في ثمن الهولسال ماركت. فكذلك سوف تقوم بعمل نفس العملية بنفس الطريق. اوكي. ان اردت البيع فكيف سوف تقوم بذلك بكل بساطة سوف تقوم بالذهاب. يعود ان تقوم بالضغط على سوف تقوم بالضغط على بعد الضغط على بكل بساطة سوف تختار ولنقل مثلا ثم تقوم بكتابة منشور بكل بساطة. وفي هذا المنشور تقوم بكتابة الضمين الذي تريد بيعه وتقول لهم بان الضمين بموقع وهذا السعر الذي هو تم به عمل وهكذا دوليك وان شاء الله سوف تقوم ببيع ذلك الضمين لكن لا تطلب ثمن كبير وكبير جدا لانك استهدف الضمينرز والضمينرز لن يقوم باعطائك السعر الكبير الذي تحلم به. اتمنى بان كل شيء واضح قمت بشرح منصة يعني كلها تطرقت الى جميع العناصر جميع الجزئيات جميع التفاصيل وكنت قد غفلت على اي شيء فالمرجنة تقوم بكتابتي في التعليقات حتى اقوم يعني بتبسيطه لك حتى تفهم كل شيء وان شاء الله اتمنى من كل قلبي ان تقوموا بالحصول على مبيعات كثيرة وكثيرة جدا اوكي اذا شكرا لكم على المتابعة وتحية لكم لا تنسى الاشتراك في القناة لا تنسى تفعيل الجرس لا تنسى الانضمام الى مجموعتنا على فيسبوك مجموعة وفي الاخير لا تنسى اعمل فولو على حسابي على انستغرام وجميع الروابط سوف تجدها اسفل هذا الفيديو اوكي اذا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة